التندر بيوم إعلان شخصية منصب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة في بغداد بات الأكثر حضوراً في مجالس السياسة في العراق والخارج فانتخابات واستحقاق تشرين الماضي المبكر لم يمهد لإنتاج سياسي مبكر سهل إذ كان الطريق سهلاً أمام مسلسل الصعوبات في تألف تحالفات وتنافر أخرى في المشهد الحالي ترقب حذر للخوف من الوقوع في الفراغ الدستوري وتحذير على لسان السياسيين في البرلمان الذي ينتظر هو الآخر لحظة الانتهاء من مرحلة التصويت على منصب رئيس الجمهورية في الحالتين رئاسة الجمهورية وتشكيل الكابينة الوزارية ثم تتقارب في العملية السياسية بين كتل وقوة وتفاهمات على ضمان الإنتاجية للعملية السياسية في البلاد قبل التعمق في مرحلة لا يريدها الشارع كتلك التي تعيق العمل على تحقيق مشاريع استثمارية واقتصادية وصحية وليس هذا فحسب بل هي المخاوف من محاولات استغلال المشهد العراقي لصالح جهات خارجية تريد هي الأخرى أن تأكل حصة الأسد في المعادلة السياسية التي يتصدر عنوان بغداد فيها اليوم حفظ هيبة الدولة والسيادة العراقية المطلقة ورفض التدخل في صناعة حكومتها الجديدة تلك المتأخرة والتي طال انتظارها والتي يقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة من بينها الإعمار والتطوير ومحاربة الفساد وحماية القانون